صمدت هذه الدور التي كانت تشكل واجهة الموصل الحضارية على ضفة نهر دجلة بوجه الحرب لكنها لم تصمد بوجه الفساد وسوء التخطيط مواطنون من منطقة الإقليعات والشهوان بقديمة الموصل اتهموا الحكومة المحلية السابقة بتجريف منازلهم بالآليات رغم أن ضررها كان يسيرا بس شوية وقعوا البيوت سحصلوا البيتكم سحصلوا البيوت كلتا وما جاء أحد ولا أحد جاء علينا قال أنتم منو دحق قاعدين بين الشلاب قاعدين بين الهاي بس أشني جنة جاء الشفر كله شالوا شالوا البيوت عدلوا البيوت قرابة 600 دار تراثي واثري في أحياء الإقليعات والشهوان والميدان تضرر الكثير منها بسبب ضراوة المعارك إلا أن آليات حكومية كانت مهام عملها رفع الأنقاض عبر حملات أطلقتها الحكومة السابقة ومنظمات مدنية إبان إدارة نوف العقوب جعلتها مع الأرض أما حكومة منصور المرعيد فلم تنصف الأهالي بل منعتهم من إعادة الإعمار بحجة إحالتها إلى الاستثمار وتعويض أصحابها لكنهم لم ينالوا شيئا حتى الآن سوى النصيب الأكبر من ثمن الحرب المحافظ جاء بوقتها للعاقوب نزلوا بوقتها كلا جرفوها كل فرع ما بي يقل عن 150 بيت والله يطالبون بالعمار بأي شي ينطوهم يبنون يقولولهم أكثرهم ترقعدين بذلك الجانب الإيجارات يعني كل هاي ما يقدرون يستثمروها فقط يستثمرون هاي المنطقة اللي ماتوا أهلها بيها وما بقى أحد من أهلها ورغم اعترافها بما حدث من أضرار لتلك المناطق تؤكد سلطة الموصل المحلية تشكيلها لجنة مؤلفة من الدوائر المختصة لفرز عائدية الأراضي وإرجاع حقوق أصحابها هناك كانت بعض الإجراءات الخاطئة من قبل قد تكون جهات أو شركات أخذت أهدة الأعمال في رفع الأنقاض في تلك المنطقة بطريقة عشوائية لا تليق بحضارة هذه المدينة وخصوصيتها تم تشكيل لجنة من قبل دائرة الأوقاف والآثار ودائرة بلدية الموصل بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري العيمن وتم دعوة أصحاب الدور لمراجعة قطاع المنطقة القديمة بين مطرقة سوء التنظيم وسندان الوعود يبقى سكان الموصل القديمة بانتظار من ينهي معاناتهم المستمرة منذ ثلاثة أعوام من ذات المدينة قاسم الزيدي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر